ذكر الجانب الصيني أنه جاء بدعوة من الجانب الأمريكي ففي ليلة رأس السنة الصينية الجديدة أجرى الرئيس شي جينبين مكالمة ناجحة مع الرئيس جو بايدن حيث اتفق الجانبان على أنه يتعين عليهما تعزيز التواصل وإدارة الخلافات وتوسيع التعاون حيث سيكون لذلك أهمية إرشادية مهمة لتطوير العلاقات الصينية الأمريكية في المستقبل كما أشارت الصين إلى أنها ستنتهج بحزم سياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام وستتمسك بطريق التنمية السلمية وأنها على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على التعددية الحقيقية في آلية متعددة الأطراف تمثلها الأمم المتحدة وأكد الجانب الصيني أن جوهر العلاقات الصينية الأمريكية هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك وليس لعبة محصلتها صفر وأنه يجب على الجانبين الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة واستعادة آليات الحوار والتبادل المنتظمة وإجراء تعاون متبادل المنفعة وإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب سوء التفاهم وسوء التقدير وفقا لما جاء في المحادثة الهاتفية بين رئيسي الدولتين وأشار الجانب الصيني إلى أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها وتتعلق بالمصالح الجوهرية للصين وأنه لا مجال لحل وسط وأشار الجانب الصيني إلى أن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو من ضمن سلطات الحكومة المركزية والتي لا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها وأشار الجانب الصيني إلى أن الصين تأمل في أن يحترم الجانب الأمريكي الحقائق الموضوعية وأن يوقف مهاجمة وتشويه سياسة الصين المتعلقة بمنطقة سينجيان وأن يتخلى عن المعايير المزدوجة في قضايا مكافحة الإرهاب وأشارت الصين إلى أنها تأمل في أن تفي الولايات المتحدة بالتزامها بالاعتراف بمنطقة التبت كجزء من الصين وعدم دعم استقلال التبت كما تأمل الصين في أن تتعامل الولايات المتحدة مع القضايا المتعلقة بالتبت بحكمة وبشكل صحيح ورفع العقوبات من على المسؤولين الصينيين المعنيين التوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بمنطقة التبت كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين واتفق الجانبان على الحفاظ على الحوار والتواصل وإجراء تعاون متبادل المنفعة ومنع سوء التفاهم وسوء التقدير وتجنب الصراع والمواجهة وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية وفقا لما جاء في المحادثة بين قادة الجانبين مع الأمل في مواصلة هذا الاتصال الاستراتيجي رفيع المستوى إضافة إلى ذلك يلتزم الطرفان بتعزيز الحوار والتعاون في مجال تغير المناخ حيث يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الصين والولايات المتحدة بشأن التغيرات المناخية أكدت الولايات المتحدة من جديد تمسكها بسياسة الصين الواحدة بشأن قضية تايوان وناقش الجانبان الترتيبات المتبادلة لعملية التطعيم بلقاح كوفيد-19 للموظفين في السلك الدبلوماسي والقنصليات كما ناقش الطرفان أيضا تعديل سياسات السفر والتأشيرات ذات الصلة وفقا للوضع الوبائي وتعزيز تطبيع تبادلات الأفراد بين الصين والولايات المتحدة بشكل تدريجي كما ناقش الجانبان أيضا سلسلة من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك واتفقا على الحفاظ على الاتصال والتنسيق وتعزيزهما في آن واحد وقد أعرب الجانبان كذلك عن أنهما سيعززان التنسيق والتشاور حول الأنشطة متعددة الأطراف مثل أنشطة مجموعة العشرين ومنظمة أبيك ترجمة نانسي قنقر